نادي الزمالك خسر مباراة أمام فاركو بهدفين دون رد زمالك خسر النهاردة بهدفين عبدالله بكري في الديئة 3 وإحمد مودي في الديئة 86 من راكلة جزاء نادي الزمالك النهاردة كان بيلعب بتشكيلة فيها بعض الأساسيين أو بعض اللعبين اللي بيشاركوا مع الزمالك عادة وفيها أيضا بعض اللعبين الشباب الزمالك ما عملش مباراة كبيرة وفاركو بالمناسبة ما عملش مباراة كلها ما كانتش كبيرة بس لو يعني منا شوية ففاركو ضيع شوية فرص ومحمد عواد تقلق النهاردة محمد عواد رغم الهدفين تقلق مع الزمالك ما بقدرش هلوم قوي على الزمالك أو الأهلي أو أي فريق بيشارك في البطولة دي هم بيجربوا لعبين بيجربوا طريقة لعب بيجربوا خطط بس أنا اللي هلوم عليه في الزمالك وفي الأهل وفي أي فريق مش ناوي نفس على البطولة دي اطلع بشكل واضح قول أنا البطولة دي بالنسبة لي بطولة تجربية بجرب فيها بعض الأمور وخليك صريح مع جمهيرك وواضح معاهم قولهم أنا البطولة دي زي ما عمل كده مثلا فكيروش لما اتلام جدا في كاس العرب لما راح وقالك أنا مش راح أكسب البطولة راح أستعدي الكاس العرب من الأفريقية واستعدي حتى المطشين تصفية كاس العرب من تلام بس على الأهل الراجل عنده هدف واضح واحنا فاهمينه وعارفينه فمهم جدا النادي الزمالك النادي الأهلي تحديدا يطلعوا يقولوا لجمهيرهم اه احنا داخلين بطولة دي الأهلي بيجرب شبابه الزمالك بيجرب بعض بودلاءه قولوا الكلام دوت وإحنا مش فارق معنا نتاج عشان لما الزمالك يخسر من فارقه الجماهير ما تزعلش لما الأهلي يتعادل مع جونة الجماهير ما تزعلش دي بس النقطة الوحيدة في هذه المباراة اللي كنت حابب أتكلم عنها النهاردة كمان كان فيه مباراتين في كاس العرب طلع الجيش وسرمية كيلو باترة تعادلها سلبيا سفر سفر وإمبي تعادل سفر سفر مع غازل محلة اللي لعب بعشر لعبين واللي قد نمحها لكم دي الفرص اللي كانت في مبارات سرمية كيلو باترة وطلاع الجيش إمبي غازل محلة كانت مباراة مصيرة جدا بصراحة غازل محلة كان بيطالب بضرب الجزائي في هذه المواجهة وطرد الحكم لاعب من لعبي غازل محلة في هذه المواجهة وغازل محلة قدر يتماسك لنهاية المباراة وتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهدف دي قدام حضراتكم هذه المباراة كنت بتكلم عنها مباراة غازل محلة وإمبي غازل محلة مع كابت عبد الحميد باسيوني هتشوفوا شغل محترم أنا بأكل لكم ده طبعا كابت المحمد نعودة طبعا كان مدرب كبير برضو كان عمل أداء كويس مع غازل محلة بس هو كابت عبد الحميد باسيوني مدرب كبير يعرف يتعامل كمان مع كافة الظروف هو شخص مهزب وزكي وفنيا كمان مدرب رائع جدا